خلينا الحقيقة نروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد رجال كالعادة طب ليه كرة اليد لأنه عمتا لعبة كرة اليد يعني فرضت نفسها كاللعبة الشعبية التانية أكيد بسبب نتائج منتخبتها نتائج المنتخبات يعني كلها على الصعيد القري أو صعيد الدولي نتائج مشرفة كأفضل فريق جماعي بيشارك في البطولات الدولية في مصر ففرض نفسه كاللعبة الشعبية التانية والحال داخل جدران نادي الأهلي كرة اليد بتستعد من خلال مشاركتها في بطولة الدوري لمشاركتها في بطولة الأبطال الأفريقية اللي هتبتدي آخر الشهر نادي الأهلي كان عنده مباراة مع الجياد وفاز عليها في دوري المحترفين فوز كان المباراة كانت في صالة المركز الأولومبي في منطقة سموحة بسكندرية الصالة دي الحقيقة من صالة الجميلة طبعا صالة القوات المسلحة بسموحة وهي الحقيقة من الصالة أنا كنت أحب ألعب فيها قوي يعني البركيب بتاعها حلو والصالة زي ما أحدكم شايفين المدرجات بعيدة عن الملعب فكنت تحس دايما أن الملعب واسع فأنا سعيد النهاردة أن المباراة بدأت تتلعب على الصالة دي من جديد طبعا بعد الصيانة واللي تم فيها زي ما أحدكم شايفين صالة على أعلى مستوى وهو دي اللبس حاجة جميلة جدا جدا طيب نادي الأهلي دايما في كرة اليد معودنا كوبي بيست من كل المباراة اللي فاتت شوت أول بيقزم شوت أول بينتهي بالتعادل أو بالخسارة ولكن تخش قط اللبس تطلع فريق آخر الحقيقة دي مش صدفة أكيد وإحنا قرينا ده من البداية من أول ما بدأ الفريق يبتدي مطشاطه في جولاته اللي فاتت كلها وقرينا ده مستر ديفيد ديفيز ليه سياسة الشوت الأول بيشارك كل اللاعبين بيعمل روتيشن عالي وسريع بيبقى بناء عليه أو بيترتب على ذلك اهتزاز المستوى طب ده مقصود أيوة ده مقصود طب مقصود ليه عشان النهاردة انت مش هدفك ان انت تفوز بس انت هدفك ان انت تكتشف فرقيتك وتستعد فرقيتك كاملة عشان ترايح بطولة ما فيهاش رحمة بطولة أفريقيا للأندلة الأبطال اللي تلعب في الكونغو برازافيل آخر الشهر ما فيهاش رحمة بعد أسبوع أو آخر الشهر غالس احنا بقنا في آخر الشهر ولكن هي بعد أسبوع فأتصور ان الجولة الجهة تلعبها وهتسافر ده اللي إذا لعبتها فالنهاردة هو ما عندوش وقت يجرب رجع من بطولة البوسنة بيجرب في الدولة فالشوت الثاني عايز يكسب فبتلاقي تحول في أداء الفريق طيب كل كلامنا ده حصل وإحنا قريناه من المطش التاني اللي لعبة كورة الياد وحقيقة مش احنا بس اللحظنا كل المهتمين بكورة الياد جوانادي الآن هتنبوا ده أو شافوا ده طيب مباراتنا مع أصحاب الجياد خلصت شوت الأول بفوز أصحاب الجياد 11-9 لما تشوف بقى نتيجة المبارات خرص الكام 31-20 يعني انت حطيت بالزبط 2-1-22 هدف و22 هدف بالزبط في المقابل في شوت الثاني في المقابل دخل فيك 9 أهداف أو استقبلت 9 أهداف معنى كده ان فرقة مختلفة تماما الموضوع ما لوش علاقة غير انه دي سياسة مستر ديفيد ديفيس وبالمناسبة احنا قلنا لكم دي سياسة مستر أجوشت كمان مستر أجوشت بوش ما قاله سنتين معنا خلاص حفظنا نظام وشوت الأول والتاني بتنتصف المباراة بحكات تات والرابع بتلاقي فرقة تاني دايما النادي الأهلي هدف السياسة وده الصح كنا زمان بنعاني في كرة الياد ان احنا هنفوق الشوت الأول ونجيب والشوت التاني نخسر في آخر دي أو آخر ديئتين الحال تبدل عايز تكسب تفنش كويس طيب فرقتنا اخبارها ايه فرقتنا لعبة كذا جولة لعبة الزهور والمعادي والأبور وسموحة والشمس وفوزنا فيها كلها والنهاردة طبعا بنفوز أو بنفوز على آخر جولة الجياد أصحاب الجياد فكده بنوصل لرصيد 18 نقطة احنا كده متصدرين الدورة بأريحية ولا تعادل ولا هزيمة كلها فوز طيب نفس الرصيد مع نادي البنك الأهلي واللدى لنادي البنك الأهلي الأفضلية انه يتتساوى معنا فوزوا على نادي الزمالك في 100 عقب فده خلا يقدر يتساوى معنا برصيد 18 نقطة ولكن فرق الأهداف لصالحنا فاحنا أول الدورة بيجي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 14 نقطة ولكن لسه بدري يعني احنا أول الدورة ولكن أقول لكم لسه بدري جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم الجولة الجاية هيكون مع نادي الأولمبي وهتبقى يوم الثلاثة اللي جاي بإذن الله وبعد كده أتصور إن الدورة خلاص هيقف للنادي الأهلي الدورة هيستمر في الفرقة الأخرى وكمان المرتبط بتاعنا اللي هو 2004 هيستمر في اللعب ملوش دعوة الفريق هيسافر مطشطه بس هي لا تؤجل إنما الدورة شغال مش هيقف وده الصح انت بتأجل الفرقة بس اللي مسافرة ما بتأجلش الدورة كله بس ما حدش عارف ممكن لجنة المسابقات تيجي بعد الشهو تقرر عكس كده خلينا نشوف وهنقول لحضراتكم طبعا اللي هيتميه